اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة 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 الوراثية من جيل الى اخر هذه العملية تتم وفق آليات معقدة تعتبر من اعقد التفاعلات الكيميائية ولو استطعنا التحكم ببعض آليات الانقسام الوراثي عند بعض الكائنات الدقيقة سنتمكن من ايجاد حلول لمكافحة العديد من انواع البكتيريا والفيروسات التي تشكل خطر على صحات الانسان فضلي محمود الناس ممكن تقول لك شو يعني تصوير عملية تضاعف الحمض النووي الحمض النووي ترى عند البكتيريا مجهرية جدا 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 يعني العملية تتم خلال ثواني وجدا مجهرية انك اكتشفوا جهاز يقدر يصور هتضاعف الحمض النووي تعفون شو بيسوي يعني بيقلل نسبة استخدام المضادات الحيوية في المستقبل ليش؟ لان الفيروس والبكتيريا عشان يسوي المرض يتم تضاعف بطريقة معينة وحتى محمود تعرف تطعيم الانفلونزا لما احنا نقول لحق الناس يصبح يأخذونا كل سنة هو التطعيم الوحيد اللي نقول للناس اخذوه كل سنة ليش؟ لان الفيروس يغير تركيبته كل سنة فلو قدرنا نتحكم بطريقة تضاعف الحمض النووي مالهم احتمال بعدين ما يحتاجوا يأخذون تطعيم الانفلونزا كل سنة لان احنا بنتحكم في طريقة تضاعف الحمض النووي حتى بيقلل استخدام المضادات الحيوية احتمال بيقلل الإصابة بعض الأمراض المزمنة أو الأمراض المنتشرة في بعض الدول فهذا صراحة اختراع جميل اكتشاف جميل ان شاء الله يا رب ان شاء الله متى بيخترعون شيء عشان الصلع؟ عشان الصلع موجود محمود من قال ما اختراع عشان الصلع؟ والله شو؟ زراعات المتقدمة للشعر خلي الزراع زراعها هاي بعد شسمها لا نبغي دوة دوة حق الشعر؟ ايه والله ممكن تطباع ثلاثة الأبعاد ممكن ممكن يزرعون لك شعره شعره يعني شفتي هذا الحمض النبوي ومال مو مهم بالنسبة لنا نحن المهم الأشياء مات هذا الشعر تعفون ليش؟ الرجل يعني من ما قولي يصاب الصلع لكن المرأة لا يمكن أن تصاب الصلع ويستبتدي الصلع عند الرجل في سن مبكرة بالعادة في ثلاثة كيف دكتورة حريم صلعات؟ إذا كان هي مرض بس المرأة لا تصاب الصلع من النعمة رب العالمين هنا لا نصاب الصلع أبدا يستوي الشعر خفيف من جدا بالعامية احنا نقول قرعت بس لكن يكون في شعر ولكن الرجل يستوي صحراء كامل شكرا أيبتها ضيفتنا الصحراء أنا الضيوف مفروض أنا يرسم برعا لين ندخل في هذا في الفاصل عقب الفاصل ولكن بتوينس فيهم بما أن حلقتنا في الرمضاء خفيفة نحاول قدر الإمكان أن تكون مساء خفيفة أنا بخبرك أمنون معنا في الستوديو أمنون اللي بيطلع معنا كذلك أثناء سير الحلقة طبعا حلقاتنا فيها بنتكلم عن برنامج رعاية خرجية ثانوية العامة داخل الدولة مع الأستاذ والأخت آمنة السويدي ومدير إدارة موارد البشرية فيت الصحة فدبيس صباح جل الله بالخير صباح الخير والنور محبتين نحن نتكلم بالتفصيل المعات حول هذا الموضوع بعد الفاصل أيضا أثناء سير الحلقة بعد كذلك بنتكلم عن التغذية والأدوية والصوم وكيف يحقق المريض التوازن الغذائي إذا تكلمت بأقولكم أمنون طبعا ما دام هي يعني بعدها ساكت فالحياة حلوة أزي دكتورة حلا نحن عندنا يعني أمساتنا تكلم في موضوع الأكل هذا اللي صورتنا صورتنا لا مملا صورت حين صورتنا أنا والله ما دري جانتي الدكتورة وحاطة مليون ألف أكل وسويت وهذا في الإسناب أنا صور للناس عشان يكون عندكم معرفة شو فيه أكل يقدم إنه هذا مو بزين إنه هذا مو بزين هي مو باين في الصورة إنه مو بزين باين إنه وايد زين ها النعمة بعد محطوطة طبعا ما بنذم الأكل هذه النعمة دكتورة نحن نتكلم عنها ليش لأن فرمضان عملية طبخ الزيادة عن اللزوم زين الهدر ينفر بهذا الشكل غراب صحيح هم يفرون الناس محمود أنا ما فهم ليش ناس تفر الأكل في فريج ما في بيتي ينبني بالعادة أو عداك يكون يعني العوائل الفقيرة الياسين بالعادة يعني ليش تفرون الأكل دائما دائما من ضمن الأغراض في بيتي دائما الأشياء لأجهزة لرمضان ببناء في رمضان يكون في طبخ ويد في طبخ غير الأيام العادية دائما نشتري صحون الألمنيوم معاي دائما ودائما يا جماعة قبل رمضان عرفوا حق وين بتعطون الأكل يعني تشوفوا فيه بيت مبنائي يمكون قاعد ينبني فيه عمال جيران فقارة شوية وحتى كلها كل جيرانكم كلها كل جيران طرش أكل بيتكم حقنا عشان ما أطلق لا بعد قولة على الشباب دائما في يعني كلما نوصل عشر الأواخر تنقصص يتم بس تمرو روب هالصفرة وثريت يتعبو من الطبخ الحريم وثاكين أي حليلهم والله إحنا ما نبه هدر محمود حرام فيه ناس تموت من اليوم حول العالم وإحنا بكل بساطة نهدر الأكل وربت المنزل الجميلة أدري ما أنت صايمة وزوجت صايم تشتهون كل أنواع الأكل تحسون الأكل شوية ما علي تسوي شوي كنترول يعني على حدد أفراد الأسرة إحنا أربعة تنفار أطبخ أربعة تنفار مو بعشرة صحيح البارحة بعد حضرنا حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لتجربة دبي الصحية مجلس السياحة العلاجية كرموا جميع المستشاهات الخاصة والدوار الحكومية كان الأستاذ جاسم العوضي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المؤسسية قام بتكريم بالنيابة عن معالي أحميد القطامي كانت فعالية جميلة جدا وكانت موجودة طبعا رئيسة المجلس العالمي للسياحة ليلة المرزوقي التحية لها فكانت فعالية جميلة محبين نذكرها لأن استمتعنا فيها البارحة أيضا من بين الأشياء اللي أنا بغي أقولها ما أدري أقولها على هو أنت ما بعزمتني أنا وكفاح أربع خمس مرات العزيمة هذه ما أي كلام هم يروحون مكام معين في دبي تعرفون ما تتعزم أنا موجود في المطعم الأكل جدامي أصور أقول حياكم ما ييتو حياكم بيتنا ما ييتو الأكل الوالد هم يروحون مكام معين دائما وبيت الوالد عزيمة هذا لا لا تعالوا تعالوا أنت وكفاح إياكم حتى أقول بيت رشل وكيش إلى البيت مشكورة مشكورة نزي شوف سؤال الحلقة ونطلع فاصل سؤال الحلقة سؤال مات يصاب الإنسا بمرضى السكر رقم واحد عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية من رقم اثنين عندما يعجز الجسم عن استخدام الفعال الإنسولين الذي ينتجه أم الإجابتين على 4006 عشان تفوزون ب500 درهم هيا 4006 فقط فقط عشان 500 درهم أنزي وعموما يعني إن شاء الله ما تواصل بعد الفاصل مع الأستاذ آمن السويدي ما تكلم عن برنامج رعاية خريجية التنوية العامة داخل الدولة برنامج جميل جدا يا وليا الأمور إذا عندكم طلبة متفوقين يغوون سووا لنا طبات شيء حق المستقبل جميل جدا قدم هيئة الصحة في دبي فاصلوا راجعين تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم وراءة سعد الله وقاتكم برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج قدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم مميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا معايا في التقديم كالعادة دكتورة ندى الملة وهي اللي بتخبركم بسؤال حلقتنا اليوم اللي عليه كام خمسمائتي درهم متى يصاب الإنسان بمرض السكري رقم واحد عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أم رقم الثين عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه أم رقم ثلاثة الإجابتين على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية ويحبابي لا تطرشون أسماءكم على الإنستجرام لايف ما يقدر نسحب شاركوا بأجوبتكم هناك لو حابين ولكن تطرشوا بعد على الأربعة صفر صفر ستة صوت تخلص دكتورة في لحظة من اللحظات صوت يخلص نزيل تبقين تقرين المقدمة ولا أقرأها أنا نقرأ لك يا محمد نريح صوتك عشان يمكن صوت يخلص تكمل أنا مستانس أن صوتك بدأ يخلص يعني في توجهاتها تطورية والتحولات الإستثنائية تشهدها تنظر هيئة الصحة بدبي جانب الأكاديمي والعملي وتعمل الهيئة على تطوير خدماتها وتحديد منشآتها فهنا تمضي أيضا إلى تأسيس واعتمال مكانة أكاديمية وتعليمية عالمية لهذه المنشآت قبل عام أطلقت الهيئة في هذا الجانب مبادرة بالغة بالأهمية وهي برنامج رعاية خريجي الثانوية العامة داخل الدولة الذي يقضي بسقطاب النخب الطلابية من حملت شهادة الثانوية العامة اللي هم أبناء الدولة لاستكمال دراساتهم الجامعية في مجال العلوم الطبية والصحية وتم بالفعل رعاية مجموعة من الطلب الذين يدرسون الطب الآن في عدد من الجامعات المتخصة داخل الدولة في مقدمتها جامعة محمد براشد للعلوم الطبية حاول هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا في استوديو الأستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية تياتي الصحفة بي صبحت الله بالخير صباح الخير والنور هل أخذي هل أخذي دكتورة شحالك خير الله سلمة يا أمنا أول شي نعطي فكرة المبادرة هذه اشرح لهم شو مبادرة لطب وعلوم أو برنامج رعاية طلبة الثانوية العامة برنامج رعاية طلبة الثانوية العامة هي مستهدفة لاستقطاب الخريجين الثانوية العامة من مواطني الدولة لدراسة الطب والعلوم الصحية سواء في طب المساند أو التمريض استهدفنا عدد معين نحن صراحة كان اطلاق المبادرة نمكن الربع الثالث من عام 2016 ومع ذلك الحمد لله لقى صدى إيجابي البرنامج وحاليا عندنا 35 طالب حوالي 77% منهم في الطب ما شاء الله مطالب طبعا هذا نحن نقول يعني كنا في وقت متأخر كان اطلاقها هاي السنة كان بحملة ترويجية ما شاء الله عليكم بأنتم وقصرتوا معانا سواء من خلال هالبرنامج أو من خلال البرنامج وحتى عندنا فريق العمل المختص يقوم بزيارات ميدانية للمدارس والجامعات للترويج عن البرنامج وإن شاء الله مستهدفين هاي السنة نحن يزيد عدد الطلب لأن عندنا صقف مالهم حوالي 130 طالب بشكل سنوي الهدف طبعا في هيئة الصحة من هالبرنامج زيادة عدد المواطنين في الكادر الطبي سواء يعني أطباء أو الطب المساند أو التمريض تعرفون أنت نحن على مستوى الدولة نوعا ما يعني قلة عندنا من المواطنين في هاي التخصصات وإحنا في هيئة الصحة بالذات عندنا بعد التعليم الطبي المستمر يعني نحن نستقطبهم على أساس بعدين نوجههم في دراسة التخصصات المطلوبة ومن ثم حتى التخصصات الدقيقة اللي يعني تقل فيها نسبة التوطين بشكل عام ممتاز رعاية الطلبة خارجي التنوية العامة هل تقعد هل هي رعاية كاملة ولا شو تشمل بالضبط رعاية للطلبة لما يجرسون في الجامعات تشمل مصاريف الأكاديمية للجامعات طبعا لها صقف مالي معين بحسب اللايحة الداخلية عندنا وعندهم مكافآت مالية الطب تقريبا 6500 نتفعلهم بشكل شهري ممتاز والتمريض والطب المساند 5000 درهم بشكل شهري ممتاز عدا عن ذلك طبعا عندنا كل سنة نصرف لهم أول مرة نصرف لهم 2000 درهم عن الكتب الدراسية ما شاء الله تشترون لهم لابتوب كل شي يعني مغطينهم كامل نعطيهم المخصصات المالية وهما يشترون يعني غطونهم كاملة ما شاء الله يعني صراحا موادرة جميلة ما كانت الله على أيامي وعندهم طلبة هل كثرة تعطونهم وعندهم طلبة هل كثرة تعطونهم أنا لليوم أدرس يعني ليش أقول الاستثمار في الطبيب يأخذ يعني فترة طويلة واحد يدرس تسع سنوات زيدوهم بعد شوي آه تبقى يقول يا حضر واحد زيدوهم ثم محمود شو عنه برنامجنا الصحة وسعادة الصحة هي ركيزة ليش يقول لك الناس تقول لك والله واجد يعطون لطبع مثل ما أنت تقول ولكن إذا من غير صحة ترى المجتمع لايمكن أنا السغلة فيه ما أقول واجد يعطون يعني نقول يعني بس انت ما إن شاء الله البنايات اللي عندك المليون اللي بنتبرع فيها إن شاء الله أنا محمود بعد زيش أنا محمود أنت بروحة أنت قلت بتشارك معاي في المليون نسيت ما أتذكر شريك معاها في البرنامج محمود معناتها لازم شراكها في كل شيء التسجيل عن عيسى عيسى يقول تسجيل موجود عنده صح عيسى هاي أوكي شكرا هذا اللي يطيح بين الحريم زيد دكتورة اختي آمنة في خطوة نفذت الهيئة يعني في رعاية بعض الطلبة المواطنين نبقى نتكلم عن هذه الخطوة اللي أنتوا سويتوها بالضبط شو هي شو تفاصيلها وين رعيتوهم وين دخلتوهم شو الجامعات اللي نسقتوا فيها معاهم احنا طبعا الجامعات اللي استهدفناها جامعات داخل الدولة حاليا لأن البرنامج يشمل الطلبة الدارسين للطلب فيه بس لحنا عندنا بعثات خارجية لبعض الطلبة ما نسوي لهم سبونسر شب حق بعض في التعليم الطبي صحيح هذي لا يكونون أطباء على رأس العمل في برامج التخصصية الطبية يعني برامج الإقامة هم يستهدفونها يعني هذا بعد ما يتخرج ويشتغل عندنا طبيب مرحلتهم طويل عشان شي نقول لك احنا يستاهلون سبع سنوات تقريبا ست سنوات تراسية ومن بعد هالإنتيرنسشب اللي هي سنة الامتياز ومن بعد هاي برنامج الإقامة من أربع الخمس سنوات يعتمد على التخصص اللي بيدرسه سواء داخل الدولة أو خارج الدولة ايه لأن هذا استثمار في الإنسان صحيح فخبريني شو الجامعات اللي نسقتوا فيها معاهم احنا عدنا مذكرة تفاهم صراحة مع جامعة محمد بن راشد بشكل سنوي ان شاء الله يعني مستهدفين أخذ من عندهم خمس طلبة خذنا السن اللي فاتت خمس طلبة وان شاء الله بعد هاي السنة بنأخذ من عندهم خمسة وعدنا جامعات الثانية اللي هي جامعة الشارج وجامعة الإمارات والجامعة الثانية اللي هي خاصة بالطب والصيدلة طبعا السؤال اللي يدور في مخ الدكتورة نزيل شو الشروط صحيح شو الشروط شفتي شو الشروط اللي تبغي اللي انتو حاطين اللي استقبال الطلبة في هذا حقراء المنحة يعني الشروط طبعا يكون مواطني دولة الإمارات احنا نتكلم على الجواز وخلاص تلقيت ما يكون مضى على شاهدة ثانوية أكثر من سنتين يعني يخرجين للجدد ويعني ما زاد عن دارك ما يكون أكثر عن سنتين حسنا سيرو السلوك اذا كان من الشباب يعني لازم يكون مخلص الخدمة الوطنية وطبعا يجتاز المقابلات هذا يعني زيدي زيدي فترة تلها مع الشباب لأن السنة هذه بعد داش تجنيد نزيل يدخل تجنيد عطوهم ثلاث سنوات بالمنطق لا سنة تجنيد وسنة يرتاح وسنة عقوب يروح للجامعة لا يقول سنتين حق الحر ما ياسف البيت ما تسوي شيء سنتين يمكن شسمه لكن الشباب لازم يدوهم مثالاته درسي الموضوع درسي احنا بنا ندرسه من بعد الطلبات يعني إذا شفنا أنه فيه مثلا نسبة من الشباب يعني متأثرين بالخدمة الوطنية ممكن نزيد لهم اللي هي فترة القبول من بعد الثانوية العامة أضبط كمان شباب شفتوا كيف يرسب أموركم محمود نزيل كنت تابت تسيري سؤال غير سؤال لأنا سألته عقق غير السؤال في بالي وانت عرفته وسألته نزيل احين بعد ما يرجع الطالب يخلص الملحة الدراسية مالته هل يكون تقولك وظيفة محجوزة وموجودة ولا كيف يكون الآلية للتعامل بعد ما يخلصون منح الدراسية مالته صحيح احنا من أول ما يخلصون دراسة طبعا تعرفين دكتوران تبيحكم دراسة عندك سنة الامتياز اللي هي لازم تخدمين فيها في عمل ميداني في الهيئة من عقوبها يدخل برنامج التخصصي برنامج الدبي للتدريب التخصصي برنامج الإقامة على حسب التخصص طبعا اللي بيقرر الطالب واللي تحتاجه هيئة الصحة هنا هاي طبعا الإدارة المعنية فيهم هم إدارة التعليم الطبي محدد عدد معين في كل التخصصات سواء داخل الدولة عندنا احنا في تبي أو خارج الدولة فيدخل في البرنامج التخصصي من عقوب ما ياخذش هذه التخصصية المستهدفة بعدها طبعا يكون موظف سوري الحين اللي أنا عارفه يعني كل برنامج كل شغلة فيه إذا وصلوا مرحلة تم الاكتفاء أو يتعداد زيادة طلبات زيادة شو التفضيلات اللي أنتو تختارون من بينها على أساس أن تعطونهم المنح المنح إحنا طبعا نسكورنج عندنا نتائج ثنوية العامة للطالب ونتائج المقابلات الشخصية نسوونه مقابلات شخصية مقابلات شخصية ويكون فيها يعني هي الدرجات النهائية للمقابلة فيكتون المفاضلة على حسب الأعلى نسبة هاي التحجيع للطلبة محمود يعني يشدون حيلهم عشان يخذون المنح الدراسية هاي مشكلة المقابلات الشخصية مع الدكاترا أو الطبيب المستقبل حسين واحد كذا يعني مو مثلنا نحن يصغلوا في هذا تحسين يعني لطباتي ممكن يكون واحد شوية انطبائي واحد ما يتكلم وايد عنده يعني بسمو خعب قري هم لا في المقابلات احنا متخلنا حتى برامج تخصص الإقامة يسمونك مقابلة محمود هو الفكرة مو كمية المعلومات اللي عندك كثير بيعرفوك شو شخصيتك تعرف يعني يسألونك أسئلة عامة ترى هاي مشكلة لا نتكلم عن شخصية هاي مشكلة إذا كانت يعني المقابلات شخصية شخصية ممكننا نتقبلها في بعض الوظائف الثانية بس الدكتور شو تبقى نسألهم في المقابلة يضا ناخذ من خبرتك باقول لك من واقع خبرتنا لسنة اللي فاتت في المقابلات والله كنا صراحة كنا معجبين جدا بالطلبة منفتحين عارفين تقيبا كل التخصصات يتكلمون على تخصصات دقيقة محددينها من الحين شو يبون يدرسون ما شاء الله كانوا يعني نخبة من الطلبة اللي اخذناهم ومثل الجيل اللي قبل ها يعني ما شاء الله سبحان الله طبعا تعرف انت العلم حين اتطور وفي امور وايدة والتقنية الحديثة فاح تحس يعني المعلومات الحالية اللي عندهم وايد حلوة وشخصياتهم بعد يعني كانت اوكي جميل نحن تكلمنا على الشروط الخاصة بالطلبة شو الالتزامات اللي على الهيئة تجاه هؤلاء الطلبة احنا طبعا المصارف الاكاديمية اللي هي حق للطالب بشكل سنوي مع الجامعة عندنا المنح الشهرية تأمين صحي نعطيهم الطلبة طوال فترة إذا واحدش هذا البرنامج في نص الدرب يعني ما بغي يكمل فيه توقيع عقد بيننا وبينه فيه التزامات عليها والتزامات علينا هذه بس للأطباء حاليا ولا للكادر الطبي بشكل عام لكل الطلبة لكل الطلبة اللي في البرنامج أنا بغي تكلم الحين شو التخصصات الثانية غير للأطباء عندنا طب مساند وعدنا تمريض طب مساند بكل المختبرات والأشاعة والصيدنية طيب آخر سؤال هل تحسب سنوات الرعاية والتدريف الهيئة ضمن سنوات الخدمة الفعلية للطالب لا ما تحسبونه لسنوات الخدمة الفعلية من تاريخ تعيينه كطبيب كطبيب عند سؤال؟ لا ما عندي سؤال محمود عيشة يقول فاصل عندنا سؤال شو السؤال؟ سؤال الحلقة؟ هيا أقولكم شارعة شكرا لتشاة سادة أمن السويدي وردات مورد الشريفية تصحيب دبي سؤال الحلقة يقول بس على السريع متى يصاب الإنسان بمرض السكري؟ جواب الأول عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أما الجواب الثاني عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين أما الإجابة الثالثة؟ الإجابة كل ما سبق على 4006 مع اسماكم الثلاثية أنت حطيتي خيار ثالث من عندك كل ما سبق؟ لا الإجابتين؟ إجابتين هو كل ما سبق يعني لا؟ زي أوكي كل ما سبق أوكي يجوز يجوز فاصلوا راجعين تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة صد الله وقاتكم مرة أخرى سبحانه وقرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بتعاون مع مستسد دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل قلنا بنتكلم على موضوع خاص بالتغذية ولكن قبل موضوعنا اليوم الدكتورة ندى بتخبرنا عن سؤال الحلقة اللي يقول اللي يقول متى يصاب الإنسان بمرض السكري؟ رقم واحد عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أم رقم اثنين عندما يعجز الجسم عن استخدام الفعال للإنسولين أم رقم ثلاثة الإجابتين أو كل ما سبق على الأربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية لا تطرشوا عن إستجرام ما قدر نسحب على أسماءكم تطرشوا على الرسالة النصية القصيرة عشان نسحب على أسماءكم وتفوزون بخمسمائة درهم ولكن نحن عندنا مسابقات على أكاونت هذه الصحة بـ دبي اللي هو دي اتش اي أندرسكور دبي دخلتوا على هذه الأكاونتات بتشوفهم في مسابقات عندنا وفي جوائز بعد هناك ما شاء الله نظرني خمسة آلاف درهم سبوريا وغير جوائز صحة وساعدة الفلارات بتلاقون تحت أسئلة بعد فوزون وغير شو تطبخة اعتقد إلا في المقادير وتطبخون طبخة وفي خليك قدها وتغير شاركوا يا جماعة دخلوا أكاونت هذه الصحة في نشاط في رمضان في الأكاونت نزيل الآن بما أننا نتحدث عن شهر الصوم وكيف يحقق المريض وبالمريض نحن نقول كيف يحقق الإنسان التوازن الغذائي ما بين التغذية الأدوية والصوم معنا خصائية التغذية رولا محمد أبو غزالة صباح جلال بالخير رولا صباح جلال بالخير صباح جلال بالخير سأذر رولا نورت الستوديو بروحة الجميلة شكرا لك نزيل تفضل محمود نا والله أنا باكتب هنا أكاونت الهيئة مشغولا مفاضي مشغول مع المتابعين مع الفولوورز نزيل نستاذر رولا طبعا أول سؤالي تبادر للجميع كان طبعا مبداية رمضان إنه كيف أنظم أخذ الأدوية اللي عندي مع فترة الصيام مع الأكل بما أنه تختلف من ثلاث وجبات في اليوم صلنا إلى وجبتين في اليوم وجبتين شوي متباعدات فكيف أقدر أنظم بين الأدوية والصوم والأكل في رمضان حسب جرعة الأدوية إذا مثلا مرتين في اليوم ممكن يوقع السائم أخذها مع الإفطار والسحور إذا كانت ثلاث جرعات ممكن برضو يقسمها إفطار بعدين مثلا ساعة 12 في الليل ووقت السحور فيقسم المريض أدويته حسب الجرعة اللي كان يأخذها قبل مرتين ما هذا الشي دكتورة ما المفروض يخفض الجرعة هلا طبعا المفروض يراجع الطبيب قبل هيك يعني قبل السيام يخطط لهالموضوع يروح يراجع الطبيب خصوصا مرضى السكري اللي بيأخده وضغط الدم محمود نحن بالعادة ما ننصح دائما نقول المرضى على أقل شهر أو شهرا قبل رمضان يردون نسوون تحاليل أساسية مرة ثانية لناس اللي يشكون من أمراض مزمنة الفكرة منها نشوفه وين واصل بالضف من التحكم بالسكر وفي الكوليسترول المالة أو باجي الأمراض اللي هو عندها بعد هذا نعطي نصيحة حسب النتاج تحالي ولكن بالعادة احنا ما نقلب من أدوية في رمضان لأن حتى لو يسوي الإنسان التحليل لو حد عنده سكر وطلع السكر منتظم فهذا يكون بسبب أن الأدوية نظمت له السكر ولكن في ناس احنا مرضان تنثق في المريض أنه مريض منتظم يعني يستغل الرمضان في تنظيم أكله ومارسة الرياضة بالتالي يحافظ على معدلاته الطبيعية ممكن شو نقول له إذا مريض قولك أنا بلتزم دكتور إذا حابت عديلي الجرعات أنا بلتزم فطور سحور وجبة خفيفة في النوس ورياضة وعدل العقب الجرع نقوله سير أسبوع وجرب تعال عقب أسبوع نسوي لك تحليل نشوفك شو وضع السكر أو شو عند جو وضع كل السرور عندك في ناس ملتزمة ولكن بعض الناس أو معظم الناس بسبب أجواء رمضان ونعزايم وطبيعة رمضان والأكل يكون وايد فيكون في صعوبة بالعادة في الاتزام بالنمط الغذاء الصحي 100% في رمضان ما نشجعهم على هذا الشيء فنفضل أنهم ما ينقصون من الأدوية في رمضان دكتورة مسألة ما أدري أنا على حسب ما عرفة أن الأدوية هي عبارة عن فترة زمنية تشتغل فيها أزيل هذه الفترة هي ممكن تكون ثمان ساعات ثمان ساعات ثمان ساعات اللي عندها ثلاثة في أحيانا في أدوية تشتغل ما بين 12 ساعة في أدوية ما بين في 24 ساعة في 24 ساعة مرة في اليوم نزيل هذي لشو وضع عن فرمضان برضو إحنا مجالنا أكتر بالتغذية نزيل فمننسحهم يرجعوا الطبيب دكتورة نادت فيه أكتر دون محمود بالعادة ما في دون مزمن ياخذ ثلاث مرات في اليوم بالعادة كل الأدوية تأخذ مرتين في اليوم أو مرة في اليوم فاللي يأخذ مرة في اليوم يأخذ بالعادة عقب الفطور إذن اللي يأخذونه مرتين في اليوم بعد الفطور وقبل السحور هالهي الطريقة ولكن في شيء وايد وايد مهم مرضى السكر يأخذون الإنسولين بالعادة إحنا ما نفضل يأخذون الإنسولين مثلا اللي يأخذون جرعاتهم كان يأخذونها في الليل اللي يأخذونها على العشاء ما نفضل يأخذونها على السحور لأنه لو سوا هبوط في السكر خلال اليوم بيكون هو صايم ما يبايا جرح صيامة فيفضل يأخذونها شوية قبل ويقيسون السكر دائما مرضى السكر ترى في رمضان أحيانا يختلف عندكم قراءات السكر بسبب فترات الصيام فتلاقون السكر أقل دائما قيسوا حتى لو أنت متعود في حد يقولك المتعود دائما يكون ثلاثمية بس فرمضانك يكون أقل أو ممكن يكون أكثر حسب تفاعل جسمك مع الصيام فقيسوا دائما قبل إعطاء جرعات الإنسولين اللي عندهم مشاكل في الغدد وكذا دكتورة موضوع الأكل وايد مهم بالنسبة لهم بتنظيم الأكل فرمضان خاصا الجدول الإنسان العادي يتخربط بطنة أكيد فخابرينا شو المفروض يساوون هلأ بالنسبة لهم لازم يتبعوا نظام غذائي صحي برمضان الإفطار والسحور كمان وجبة أساسية وياخدوا الأكل المتوازن والصحي ويبتعدوا عن الأشياء اللي بترفع السكر بسرعة لسهلة الهضم مثل السكريات ويبتنعوا عن الأكل التقيل يعني المقالي وهي الأشياء طيب في عندي معلومة تقول مرضى خمول أو كسل الغدة الدراقية يجب عليهم أن ياخدوا دواء الغدة على معدة خالية أنزين لمدة نصف ساعة قبل الأكل أو على الأقل تكون المعدة خالية لمدة ساعتين صحيح أنزين هذيرا كيف يفطرون يفطرون عقب ساعتين محمود ياخد بالزبت يعني بياخدوا الدواء وباستنوا شوي وبعدين بيأكل لأن الأكل يتعارض الغدة فالأفضل إذا يقدر يعني طبعا إذا تقدر تصبر مصعب طبعا سبع رسول صلى الله عليه وسلم واصب التعجيل بالفطور افطروا عقب ساعتين من المعدة تكون خلصت الهضب اخذوا دواء الغدة بعد الفطور ساعتين حد منه يفطر عليها هذه الدواء ويصير يصلي نصف ساعة ويأكل إذا هو يقدر ينرضم نصف ساعة ممكن بس مو قبل شي لأن الدول الغدة ما رح ما رح ينتصب الشكل الصحيح في الجسم نزيل دكتورة بالنسبة للعادات الغذائية تقريبا رمضان ما باقي لنا شي نحن نتكلم عن السعداد للعيد ولكن هذه الأيام القليلة الباقية من رمضان كيف ممكن نحن نستغلها في تغذية سليمة وصوم جميل طبعا هلأ مضت ثلاث أسابيع من رمضان وتعودنا على المفروض الأكل الخفيف ممكن أننا نستمر بهاي الحالة ونحاول نبتنع عن الحلويات يعني لأنه هاي الأكتر شي هو مضر برمضان الحلويات والسكر وهاي الأشياء ومارسة الرياضة غذاء سحي في فواكه خضار كل المجموعات الغذائية هاي هي طبعا الناس كمان اللي بدخنوا ممكن تكون فرصة أنهم هلأ سالهم ثلاث أسابيع موقفين خلال فترة السيام فتكون فرصة ممتازة لهم أنهم يقلعوا عن التدخيل سؤال الحلقة دكتورة سؤال الحلقة عشان بقلنا تقريبا خمس دقائق ونوقف استقبال الأجوبة انزين السؤال يقول متى يصاب الإنسان بمرض السكري رقم واحد عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أم رقم اثنين عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين أم رقم ثلاثة كل ما سبق صحيح على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثة لتفوزوا بخمسمائة درهم طيب فيه سؤال يقول زوجتي عنده سكر يحامل بالشهر السادس ما تعرف تحافظ على مستوى السكر مرات يطلع مرات ينزل شو هي الطريقة المثالية للحفاظ عليه وما العمل في حال ارتفع أو نزل لأقل من سبعين ولا تأخذ أي أدوية هي عندهم وصاب مرض السكر ما تأخذ أي أدوية يمكن سكر الحمل حتى سكر الحمل يحتاج علاج يحتاج أدوية لازم سكر الحمل ما بنقول من أخطر بس من أكثر نواعي السكر احنا ما نحبه لأنه سكر الحمل لا مضاعفات مو بس علوم على الطفل أيضا يطلع الطفل كبير ممكن الطفل يكون عندهم ارتفاع في نسبة السكر في الدم سكر الحمل لازم لازم توجه لطبيبة النساء توصف لها أدوية حسب قراءاتها ممكن يكون عندها خفيف محمود في بعض النساء يكون عندهم سكر حمل ولكن ويت خفيف فنعطيهم حمية غذائية بس تكون جدا مشددة ولازم تفحص يعني أعتقد كل أسبوعين نقولها تعالي مرة ثانية وفحصي لأنه نخاف من ارتفاع السكر في الحمل طبعا نزول السكر ما نحب أبدا لو زلت تحت السبعين لازم على طول تجرح الصيام ما أتاكل شيء الحامل المرأة الحامل والصيام والنظام الغذائي كيف دكتورة؟ مننصحها أنها تراجع خصائية تغذية قبل نعطيها نظام غذائي تمشي عليه إذا هي قادرة طبعا تصوم هلأ يعني هي بتقدر تفطر تقدر تصوم تقدر تصوم وتقدر تفطر فهي حسب رغبتها أو الأساس الصوم دكتورة هي تقضي حتى لو فترة لازم تقضي يعني ما بيروح عليها الصيام بس أفضل الصوم صيام ربضاء أحلى منه ما فيه أكيد أكيد بس يعني تتبع النظام الغذائي وبردو أبو ضل بقول الحلويات يعني تحاول ما تاكل كتير حلويات ونظام غذائي صحي و تشرب سوائل كفاية السوائل كمان في عندنا مشكلة يعني احنا بعد الفطور في العيادة العيادة ما شاء الله تزدحم بالمتعاملين بالمرضى تعارب محمود شو الشكوى كلهم عندهم عسر الهضم شو سالفة عسر الهضم خلينا نقول لهم شو ليش يستوي محمود لو تشوف العيادة كل الناس عندهم عسر الهضم المعدة بالسيام بتكون مرتاحة فترة وبعدين فجأة على الفطور في ناس بيأكلوا أكل يعني كبيرة يفاجؤون هالمعدة مسكينة ما بيمضغ الأكل عدل يعني و بيأكلوا طبعا أطعمة دسمة وحلويات وهاي فهاي مننصح أنه لا شوي شوي يعني كلوا الأكل لما تحسوا بالشبع خلص يعني وقفوا حاولوا تأسموا وجبة الإفطار يعني مثلا كمنت تمرى روحوا صلوا صحيح خدوا شوية تبريك بعدين ارجعوا الشوربة هاي شرب الماء كمان المي قبل في ناس أول ما يقدن بيشربوا مي وايد هلا إذا شربوا مي كتير بتخفف الإنزيمات الهادمة صحيح فهذا كتير بسبب عصور هذا فالأفضل يستنوا شوي لبعد الإفطار بيبدأوا يشربوا الماء لوجبة يعني توزيع الماء لوجبة السحور ممتاز اللي كان يسأل عن السكري بالنسبة للحرم يقول اكتشفت السكري بالحمل لقدت للسكر الحمل يمكن هذا لكن مقادير السكر معقولة وماشي على حمية ماشي على حمية يعني ما في هدوية اللي عنده قابلة يستسكر شو علاجه نسوي موضوع حلقة كاملة عن السكري شو رأيكم نحن منوقف استقبال الأجوبة السؤال والجواب دكتورة متى يصاب الإنسان بمرض السكري عندما يعجز البنكرياس عن نتاج الإنسولين أو عندما يعجز الجسم عن إسخدام الإنسولين أم كل ما سبق كل ما سبق صحيح هذه الإجابة نحن كل ما سبق صحيح هذه الإجابة نحن عيسى بيختار لنا اسم الفائز بيخبرنا عنه دكتورة أنا كان فيه موضوع أبغي أقول لك أن نسيت والله فيه سؤال وائد مهم كنت أبغي أسلم أنا أضري لك أعمل تفضل أنت سألي لي ما أتذكر نزيل فكانت كلم نحن عن عسر الهضم وفيه وائد ناس يشكوهم من الحموضة فرمضان مني رمضان قامت تصيب حموضة شديدة بعد الإفطار أكتر شي إذا قتر بالأكل بالإفطار وأكل مثلا أطعمة دسمة وبعدين المشروبات الغازية هاي الناس بتفكر أنها بتساعد على الهضم بالعكس هي بتسبب عسر هضم صحيح وشربوا المشروبات الباردة ناس تحب تشربوا عصي بارد ثلج الباردة بتعمل على انقباط الشعارات الدموية في المعدة فبتبطئ عملية الهضم فالأفضل دايماً المي الفاتري أو السخن عشان هيك دايماً يستحسن نبدأ الإفطار بشوربة صحيح عشان تدفي المعدة وتحفز إفراز الإنزيمات العظمة تمر والتمر طبعاً التمر مهم كتير لبن زي موسانة زي السنة يعني سيدنا تمر ولبن تمر ولبن لبن زين ولا ماي لا أكيد زين 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 التمر واللبن وشربة الخضار انت تعرفين أنا صار لي الحين ثلاث سنوات أحاول أقنعهم في البيت يا جماعة الخير أول ما تحطون الفطور لا تفرشون السفرة الزبط زين حطوا تمر ولبن لا تحطون السفرة كاملة ما هي فايدة وصل الأمهات يقول لك لا خلوا كل الأكل على السفرة الأمهات يحبوا يحس تعبها يعني هي طبخة طول اليوم محمود تعافي ما أقولها جديمة شيابنا كان يقولون عن اللبن لما كنت تقولوا أنت عن اللبن شو كان يقولون يقولون كل الأكل يسلم على القلب إلا اللبن القلب يسلم عليه يعني من أهمية اللبن وفاجتها الغذائية الكبيرة فكان شو مدام يقولون هالمثل ألف تحية شو أب نعطيكم الصحة والعافية أنا ما سمعت شيبة قال لها المثل سمعت أنت سمعت حد من شواب قال لها المثل هذا مثل خيمة مراسل خيمة سمعت حد قال لها المثل ميرا سمعت حد قال لها المثل يسوي السفتاء على الهواء بشوف ما سمعتها أول مرة سمعت بايبلك الشيبة اللي قال لي أقين أقين شو قولي مرة ثالي دكتورة يقول لك كل الأكل يسلم على القلب لما يمر عند القلب إن اللبن القلب يسلم عليه سمعتوا سمعتوا هاي ويسوال شوابي نبغي أعرف هاي ويسوال شواب هاي ويسوال شوابي هاي ويسوال شو دكاترا ايه منورين لذاعة صباح الدكتورة شو فائدة عصير الليمون والبقدونس على الريج عصير الليمون والبقدونس راحي شرب الماء بيكون أفضل يعني أتوقع تخفيف الوزن يعني الليمون ممكن إنه يساعد شوية ينقل جسم وهيك بس لا يعني شرب الماء عادي من غير هاي السوالف الليمون على الريج مو بزينة جماعة ما يخفف الوزن ترى يساب لكم حموضة الزبط ما يسلم على القلب يقول لك هذا الشعر ممثل أي لبن لبن دعما ما نقوله سامي كنا نوع اللبن زينة ولكن اللبن الغني بالبروبيوتك أفضل بالزبط عشان الهدم إذن اسم الفايز معانا اليوم فهد سالم أحمد فهد سالم أحمد فاز معانا بخمسمائة درام ألف مبروك كل ريايل يفوزون معانا عيسى أشه وين كل ريايل ليش ما في حريم يفوزون حريم ما يشارطون وين كل ريايل مساكن وين كل ريايل الحريم نصل هذا يبلت اللستة موجودة ترى باترة أنا بأسحب ما يستوي تسحبين أنت عشان موجودة حريمة تشفتي عشان غش بيكون ها أزل بصراحة أنا أكثر من الموالح يقول دكتورة يكثر من الموالح موالح صح لا الملح لأنه بعدين يعني بيحتاج مي أكتر بيصيبه جفاف صح فلا خففوا ملح خففوا سكر في رمضان واشربوا ماي كفاية عشان تجنوا بالجفاف لأن الجفاف هلأ شهر الصيف وممكن يسيبهم صداع هلأ الأفضل يخففهم اللح بعموما والصيف رسميا أربعة يعني بعدنا مو في الصيف أخصائية التغذية رولا محمد أبو غزالة شكرا لك على هذه المعلومات واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا عفوان ورمضان كريم شكرا بوجودكم مع السلام دكتور مع السلام محمود حياك الله تعالك اليوم شكرا لك دكتور لدى الملة شكرا لك عيسى سبيل مخرجنا وطبعا دائما معنا ميرا لغفلي يعطيكم ألف عقل دائما تضيف الكثير لهذا البرنامج شكرا لكم متابعينا نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع كثيرة قادمة فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي